أروح لدكتور طارق من التعليم الابتدائي والإعدادي والسنوي وصولا إلى التعليم في الجامعة ومش بس التعليم في الجامعة ولكن تعليم العلوم الطبية والصحية في الجامعة ده من جهة وتطبيقها بعد كده في الواقع العملي ومعاييره لأي مدى بيشوف دكتور طارق أنه الأمور بتتطور بسرعة يطمئن لها دكتور طارق حسنين في مصر التطور سريع جدا وزيما الدكتورة ذكرت أن الإنترنت والواب والواب خلت كل طبيب في مصر في إمكانياته أنه يخش ويعرف التشخيصات الجديدة والعلاجات الجديدة هو النظام الأمريكي يمتاز بإيه أنه عندنا حاجة اسمها يعني عندنا خطوات يلتزم بيها الطال الدكتور المتخرج حديثا يلتزم بيها الأستاذ اللي قاله 30-40 سنة بيشتغل في مجال الطب الألغوريزم ده مهم ليه لأنه يعلي النوعية والتدقيق في التشخيص وفي العلاج فبيخلي الطبيب اللي في الريف بيعالج ذات الطبيب اللي في المدينة الظاهرة أن المريض يسيب الريف ويأتي المدينة عشان لاقي دكتور أفضل من في الريف دي عندنا تلغت فأصبح كل المناطق بتمتاز أنها عندها مستوى طبي عالي طب إيه الجامعات الجامعات مراكز الأبحاث ودي نقطة مهمة جدا والأبحاث مقدرش أأخذ الأبحاث كلها من أمريكا ممكن أبص الأبحاث في أمريكا الدول الأوروبية أو الدول المتقدمة اللي بتصرف بلايين الدولارات على الأبحاث وأعمل الأبحاث الخاصة بي للمجتمع بتاعي الانفايرومنت بتاعي زي ما تكلمنا الأرض بتاعتي المية بتاعتي الجو بتاعي المناخ بتاعي فالأبحاث لازم تناسب الطبيعة في مصر عشان تبقى أبحاث مفيدة دي الجامعات فأنا يعني أحب أطمن حضرتك أن الدكاتور زي ما يلنا ومنابلهم في المؤتمرات مستوى العلم قوي جدا طب ماذا ينقص في مصر الطرق التشخصية الحديثة والأدوية الحديثة اللي هي بتتطور في أمريكا ومشكلتها طبعا بحكم التطوير بياخد فلوس كتير إن هي بتبقى غالية فإحنا عايزين نبتني نخش في الأبحاث الإكلينيكية اللي هي نقدر نعمل أدوية مثيلة لها عندنا ودول العالم بتعمل كده نتعلم من الصين نتعلم من الهند لأن مش هنقدر نستنى الدواء يرخص في أمريكا عشان يجي مصر عشان يفيد أمراض معينة الأمراض الحديثة وتنتهي حقوم ملكيات الفكرية بعد عشرين سنة علشان أقدر أخذ حق التصميع وبقى بدور في حالة كبيرة جدا مش هتوصلني لأننا في يوم القيام أبقى أنا صاحب الدواء وإحنا الخبرتنا في الفيروس في مصر إن في أدوية وشركات مصرية جابت أدوية تنفع للفيروس بس ما عندناش السيستم اللي هو الأبحاث الإكلينيكية وإن كانت عندنا بس ما عندناش الجهات الأدوية اللي تعترف بالأبحاث عشان توفع على دوام مصري تعمل في مصر تدرس في مصر بوحث في مصر فمعظم الأدوية اللي بتيجي مصر في مصر لازم تبقى الـ FDA بتاعة أمريكا موافقة عليها فإحنا عايزين نخش بقى المرحلة الجاية إن شاء الله وبقالها بقالها فترة طويلة يعني بقالنا فوق عشر سنين بسبب الفيروس سي إن انت عايز بتجيب أدوية تتصنع في مصر تتاعمل لمصر لمرضى بتاع مصر وتقبل الأبحاث الإكلينيكية بتاعة مصر حاجة طريفة جدا أقول لحضرتك لأن احنا بتاعة اتحاد المصريين في الخارج الـ FDA بتاعة أمريكا مليانة مصريين لو عايزين لأي خبرات تساعدنا في تطوير الأنظمة دي وإن كانت الأنظمة ممكن موجودة عندنا خبرات في أمريكا مصرية ممكن تساعدنا في التطوير تساعدنا